السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله نستكمل سلسلة الدفاع عن النفس في حال تعرض الشخص لا سمح الله لتنمر أو تحرش أو هجوم في الشارع أو في المدرسة أو في الجامعة ماكن طارق المالي والكابتن عمر بيطار حركة اليوم عبارة عن جزئين الجزء الأول فيها كسر للمفصل الجزء الثاني فيها إخضاع على الأرض سأقوم بعمل الحركتين بإذن الله عز وجل مع كابتن عمر طيب أنا بهذا الشكل مساكت الخصم سأشرحها ببطء لي ذراع الخصم الأولى تشتيت الانتباه تحت ثم الإخضاع حتى الأرض لاحظ مرة أخرى أنا بهذا الشكل لي أولى الثاني التي في الأسفل الثالثة تمام ضربة هنا لتشتيت انتباه الخصم وهنا المرفخ هو الكسر المفصل هو الهدف أو إخضاع الخصم نعم سنعيدها الآن سنقوي الحركة بالأسفل وأيضا على المفصل سنقويها أسفل 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 اشتركوا في القناة